بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي طلبة وطلبات الصف الثاني من التعليم الصناعي تخص نسيج اهلا ومرحبا بكم في حلقة من حلقات التخصص في مادة المعدات والالات ان شاء الله كنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن جهاز الجوكر وكلمنا عن مميزاته طبعا بنستكمل بقية المنهج اه على قناتنا المتخصصة قناتنا المتميزة قناة مصر التعليم الفني اللي بتقدم فعلا كل ما هو جديد اللي بنشكر كل القائمين على القناة وكل المعدين للمجهود المبزول والرائع لازهار المادة والشكل العام المتميز سواء كان للتعليم الفني تجاري او زراعي او صناعي او فندوقي فنتمنى ان شاء الله كل هدفنا هو اه مصلحة ابناء الله الطلبة اللي بنسعى جاهدين تقديم المعلومة بشكل جيد وبشكل سهل وبشكل بسيط بنعيد المعلومة اكتر من مرة تخش على حضرتك على قناة اه مصر التعليم الفني تعمل سيرج او بحس على الموضوع اللي حضرتك هتلاقيه هتلاقينا بنشرح كل مواد التخصص اه كل هدفنا اه انك تحصل على اعلى مستوى واعلى درجات وتكون فني متخصص وفني ماهر في اه مادة التخصص النسيج كنا اتكلمنا اتكلمنا في في الحلقة السابقة عن جهاز الجواقر وقلنا الغرض منه وقلنا مميزاته واتكلمنا كذلك عن مكونات الشبك واتكلمنا عن كيفية بناء وقلنا ان الشبك بتاعنا انواع اه نوعين للبناء هو طريقة بناء اما على النظام الانجليزي اما على النظام الفرنسي اه جات لنا بعض الرسال من ابنانا الطلبة والطالبات ان عاوزين نرس الشناكل على ساكين ازاي ان شاء الله هنتناول ده النهاردة في موضوع حلقتنا وهنتناول ايضا بازن الله كيفية بناء الشبكات الطردية وربنا يكرم ان شاء الله في الوقت ونتناول كمان الشبكة العكسية اه لما نتكلم عن طرق البناء الشبك كجهاز يدوي عندنا نوعين من انواع البناء الشبك او طريقتين اما الانجليزي او النظام الفرنسي يبقى انا عندي نظامين يا اما النظام الانجليزي يا اما النظام الفرنسي ده اللي بيقوم عليه بناء الشبك طب النظام انجليزي والنظام فرنسي بيتناول الوضع السلندر ايه يا اما امام يا اما خلف الفرنسي يا اما يمين يا اما يسار وكنا تناولناه في الحلقة السابقة من مادة الالات والمعدات وبناء انا علينا ان شاء الله النهاردة نستكمل وهنوضح الجزء اللي جات به بعض الرسائل اللي ابناءنا الطلباء والطالبات لو بصنا على طرق بناء الشبك هينقسم طرق بناء الشبك الى خسمين زي ما موجود امام حضراتكم كده اول قسم القسم الاول هو النظام الانجليزي الخسم التاني النظام الفرنسي يبقى لو جالي سؤال الى اي طرق بناء الشبك يبقى انا عندي خسمين الاول نظام انجليزي الثاني نظام فرنسي يبقى الخسمين الموجودين دول لو قال لي اكمل مسلا او طريقة البناء يبقى انا عارف ان انا هبني على النظام الانجليزي او هبني على النظام الفرنسي طب لما هبني على النظام الانجليزي السلندر وضع ايه يا اما امام يا اما خلف وهنتناوله بالشرح دلوقتي مع حضراتكم اه النظام الفرنسي يا اما يمين يا اما يسار وده هو وضع السلندر على المكينة والزاك سميه بهذا الاسم. نشوف كده مع بعض على الشاشة امام حضراتكم النظام الانجليزي. يبقى اول نظام للبناء النظام الانجليزي. النظام الانجليزي بنقول وضع السلندر يام يمين يام يسار. يام يام امام عفوا يام خلف. طيب لو السلندر امام او السلندر خلف لو وضع السلندر امام بنرسم خط للسلندر. مسلا هنتناول لو قوة 200 تلتمية ربعمية هنتناول مع بعض ان شاء الله. الرص بتاع خط السلندر. عدم السلندر موجود كده يبقى ده وضع الامام. رقم واحد بيبقى خط موازي دايما الخط الاول من خط السلندر. طب وضع السكاكين ايه? وضع السكاكين موجودة بالشكل الافق كده. يبقى السكينة موازية تماما للوضع السلندر. لغاية ما نوصل للسكينة رقم تماني. طب انا اعرف منين انا عند تمان سكين او اتناشر سكينة او اشار سكين او خلاف او اي عدد من السكين. قال لي عندي قوة الميتين. وعندي قوة التلتمية. وعندي قوة الربعمية. دول بيتبنوا على كام? تمان سكاكين. يبقى انا عندي ليهم تمان سكاكين. طب لو عندي قوة السلتمية. يبقى السلتمية لا كم سكينة? اتناشر سكين. طيب عدد السكاكين او عدد الشناكل اللي بنحدده بناء على ان قوة الماكينة تبقى عالية فبناء على هي بتحدى عدد السكين. يعني قوة الميتين والتلتمية والربعمية يبقى انا محتاج لهم تمان سككين. لما رس السكينة يبقى السكينة الاولى الشنك الرقم واحد على السكينة رقم اولى. الشنك الرقم اتنين على السكينة التانية. وكذلك تلاتة اربعة. هنمشي كده خمسة. بنبتعد نخط السلندر ستة. سبعة. لغاية ما نوصل للخط رقم كام تماني. يبقى الشنك الرقم تمانية بيتحط على السكينة رقم تماني. طب لما اجيب الشنك الرقم تسعة. احطه فين? بداية الرص يتحطي رقم تسعة على السكينة رقم واحد. وابتدي اعدي تاني يبقى عشرة وحداشر واتناشر وطلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر. يبقى الشنك الرقم ستاشر على السكينة رقم تمانية. يبقى اكيد من اتجاه الرص بنزل الى اسفل ثم يتم الصعود الى اعلى. يبقى واحد اتنين تلاتة يبقى انا بكتب في الارقام. هل انا مطلوب مني نكتب كل الارقام عندي كده? لا مكتوب مطلوب مني نكتب رقم واحد. واعرف ان القوة لو متين او تلتمية او الربعمية. وغالبا ما يكون المتين او تلتمية هنقول ان قوة المكينة عندنا متين. يبقى اخر شنك الرقم متين على السكينة رقم تمانية. اخر شنك على السكينة رقم تمانية يبقى هو الشنك الرقم متين. طب الشنكة الموجود في المكان دوت يبقى رقمه كام? عشان اقول شنك الموجود في الرقم ده ما كانه كام? بقول ان عندي الرقم واحد بجمع عليه سبعة لان الرقم واحد لما تجمع عليه سبعة ان الواحد معدود في العدد. فبالتالي اداني رقم كام? اداني رقم تمانية. اخر قوة للمكينة او اخر شنكة لعندي هو شنكة الرقم متين على سن القوة متين. يبقى بالتالي لما يكون القوة متين هتيجي على السكينة رقم كام? رقم تمانية. يبقى نقولها كده اعزائي الطلبة. يبقى لو عندنا السلندر كده امام ونوضحها تاني كمان مرة الابناء انا الطلبة نقول عندنا الشنكل هنا رقم واحد هنا الشنكل رقم تمانية بناء على ان القوة متين لو قلت ان القوة متين عاوز اعرف الشنكل اللي هو السكينة على السكينة رقم واحد اللي هو الشنكل الذي ينتهي على السكينة رقم واحد قبل نهاية المتين اطرح من المتين سبعة زي ما جمعت على الواحد سبعة عشان يديني تمانية لان رقم واحد معدود فبالتالي هطرح من المتين سبعة هتديني هنا مية تلاتة وتسعين يبقى الشنكل اللي على السكينة رقم واحد اللي قبل المتين الشنكل هي مية تلاتة وتسعين هعدل اربعة وتسعين خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين تسعة وتسعين لغاية ما وصل الى متين يبقى بالتالي وضع السلندر عندي هنا امام والرص بيكون موازي الى خط السلندر زي ما موجود امام حضرتكم. طب ده لو السلندر موجود في الوضع الامام. طب لو السلندر موجود في الوضع الخلفي. لو السلندر خلف. ايه هعمل ايه في النظام? احنا بنتكلم برضك على النظام الانجليزي. السلندر هنا كده وضعه كده خلف. يبقى دي خلف السلندر خلف. رقم واحد فين? موازل خط السلندر. اقرب خط الخط السلندر. انا ماشي موازي. بعد السكاكين وبابتعد عن خط السلندر وموازل نفس خط السلندر بالزبط. يبقى هنا رقم كام لو عندي القوة برضك ربعمية هقول تمانية طب لو القوة الميتين هكتب متين طب لو القوة ربعمية هكتب ربعمية جنب السكينة على السكينة رقم تمانية طب انا محتاج اطلع الرقم ده اللي هو الشنكة للاخير اللي هو على السكينة رقم واحد يعتبر من اتجاه السلندر من الاسفل رقم كام اطرح سبعة ازا كنت نازل الى اسفل يبقى بطرح سبعة يبقى هيدين هنا تلتمية تلاتة وتسعين لو جمعت عليهم السبعة يدين الكام ربعمية يبقى دايما الخط الموازي لخط السلندر يبقى لو السلندر عندي خلف يبقى يبتدر الرص من هنا رقم واحد رقم اتنين رقم تلاتة لغاية ما وصل الى رقم تمانية ابدأ الرص تاني رقم تسعة يبقى يجي على السكينة رقم واحد يبقى انا عندي الرص من اعلى ثم الى اسفل وهكزا انزل بالعدد عندي لغاية ما اكمل القوة الكاملة اللي هي قوة كام ربعمية ده في حالة السلندر يكون امام او يكون خلف يبقى لو السلندر امام او خلف يبقى الخط دائما موجود بيبين اللي وضع السلندر سواء كان خلف او امام وهنتنول ده ان شاء الله بشرح دلوقتي معاكم في طرق بناء الشبك طب لو انا عندي السلندر عندي على النظام الفرنسي اللي احنا قلنا النظام الفرنسي ياما يمين ياما يسار طب لو يامين او يسار هعمل خط الموازل السلندر لو قلنا قلب الماكينة بالوضع ده كده اللي موجود امام حضراتكم وده الوضع يمين يبقى السلندر هنا موجود في الوضع يمين الرص موازل خط السلندر يبقى هنا رقم واحد طب لو القوة ستمية يبقى انا عندي هنا كده اتناشر الستمية فين هتكون اصاد اللي اتناشر بالزبط طب الشنكل اللي هو على السكينة الاخرانية اللي هو السكينة رقم واحد اللي هي بدء من بداية خط السلندر اطرح من الستمية حداشر يديني خمسمية تسعة وتمانين لو انا جمعت على الخمسمية تسعة وتمانين الحداشر يديني ستمية لان رقم ستمية اصبح معدود طب لو السلندر امام حضراتكم لو هو موجود في اليسار يبقى ده النظام الفرنسي لو السلندر يسار يبقى خط السلندر هنا يبقى هنا موجود يسار رقم واحد موازل خط السلندر السكينة الابعد هي اخر سكينة لو قلت القوة ربعمية يبقى انا عندي كم سكينة؟ 8 سككين التمانية موازية على السكينة رقم تمانية لانه الشنكة الاخراني فبالتالي لو انا هروح اتجاه الواحد هطرح منهم سبعة يبقى انا جمعت لو انا جمعت لو انا رايح على الاثناشر هجم حداشر لو رايح من الستمية هطرح حداشر يبقى هنا جمع والاتجاه ده طرح طب لو انا رايح اتجاه التمانية هجمع سبعة لو رايح عكس تجاه التمانية يبقى هول ناقص سبعة يبقى انا عندي هنا الرقم عندي كم ربعمية نطرح سبعة يبقى عندي تلتمية تلاتة وتسعين يبقى وضع السلندر ياما يمين ياما يسار يبقى ده النظام الفرنسي ولو السلندر عندي امام او السلندر خلف يبقى ده النظام الانجليزي هنتاول مع بعض على الشاشة كده وضع سلندرات امام حضراتكم قبل ما نتاول ان شاء الله كيفية البناء الشبك ولما يديني شبكة ازاي حل المسألة وطلع خطواتي عشان ابني عليه نشوف اول حاجة كده عندنا السلندر موجود امام حضراتكم ده والسلندر موجود في الامام الشنك الرقم واحد على السكينة رقم واحد لو بصينا على رقم تمانية هنلاقي رقم تمانية موجود ابعد من خط السلندر ومشي تماما موازي عشان يديني الرقم تمانية وصادة تمانية موجود امام حضراتكم هو ربعمية وهنا طرحت السبعة يبقى 393 يبقى ده وضع السلندر امام لو السلندر خلف وضع السلندر الشنك الرقم واحد موجود على السكينة رقم واحد القوة عندي هنا 600 وبناء عليه طرحت من ال611 يديني رقم 589 وال12 هي ابعد عن خط السلندر يبقى ده لو السلندر لو هو خلف لو السلندر كده يمين يبقى احنا كده نتكلم على النظام الفرنسي الرقم واحد موازي تماما لخط السلندر او اول رقم موازي لخط السلندر ورقم تمانية ابعد من خط السلندر وصادة تمانية لو عندي القوة 200 طرحت من ال207 عشان احنا عارفين ان احنا جمعنا على الواحد 27 رقم تمانية يبقى رقم 200 معدود فبالتالي ال193 مطروحة من ال200 عشان ال193 معدودة او المتين معدودة فبالتالي يديني كده 8 ساكين يبقى ده السلندر يمين يبقى ده النظام الفرنسي النظام الفرنسي كذلك وضع السلندر ان يكون يسار رقم واحد كذلك موجود جنب خط السلندر رقم تمانية ابعد عن خط السلندر وصادر رقم تمانية موجود ربعمية طرحت من الربعمية سبعة ديني 393 نشوف مع حضراتكم كده يراد بناء شبكة ارضية قوة الماكينة ربعمية شنكل عدد فتل الصنطي عدد فتل الواحد صنطي عشرين فتلة عرض الصداء تمانين صنطي المطلوب واحد عدد فتل التكرار اتنين عدد فتل الصداء تلاتة عدد التكرارات اربعة عدد السيقان خمسة السلندر امام ابناء الطلوة والطالبات مهم جدا في قراءة المسألة لما يكون عندي بناء شبك مهم جدا حاجتي اعرف وضع السلندر وقبل ما اعرف وضع السلندر عشان ابني الشبكة بتاعتي لازم اعرف هل الشبكة عندي شبكة طردية ولا الشبكة عكسية يبقى اول بيان انا ببص عليه في المسألة طب احنا عندنا كم نوع من انواع الشبكات ابناء الطلبات والطالبات تمام مظبوط تلاتة اللي هم شبكة طردية تمام وشبكة عكسية وشبكة مركبة يبقى احنا عندنا انواع البناء طريقتين طريقة النظام الانجليزي والنظام الفرنسي وعرفنا ان هو امام او خلف والنظام الفرنسي يمين او شمال لكن لو انا حبيت ابني الشبكات كم نوع من الشبكة ابنيها اللي عندي تلات انواع من الشبكات ياما شبكة طردية ياما شبكة عكسية ياما شبكة مركبة هل هتفرق في الحل طبعا هتفرق كل مسألة ليها خطواتها اللي بتميزها وبتفرقها عن غيرها فبالتالي انا محتاج لما اقرأ المسألة اتأكد الاول هي شبكة ايه تسعين في المية من حل المسألة تسعة وتسعين في المية من حل المسألة ينطبق عليه اذا كان شبكة طردية ولا شبكة عكسية ولا شبكة مركبة يبقى انا اول حاجة زي ما موجود على الشيء امام حضراتكم يراد بناء شبكة طردية يبقى انا اول حاجة شفتها اكدت انها شبكة طردية مديني هنا قوة الماكينة ربعمائة شنكل طيب فتل الصمت موجودة عندي فتل الصمت موجودة اللي هي عشرين عرض الصداء تمانين صمت المطلوب عدد فتل التقرار طيب فتل الصمت الواحد عندي موجودة عشرين طيب لما يكون عندي عرض تقرار بالمسألة ما فاش عرض تقرار بس مديني قوة الماكينة بس الشبكة ايه ابناء الطلبة الشبكة طردية يبقى اول حاجة بنقول عليها إن الشبكة طردية مدام الشبكة طردية يبقى 100% إن قوة الماكينة بتساوي عدد فتل التقرار هو بالضروري لا ممكن تكون قوة الماكينة 200 وأنا عندي عدد الشناكل 193 شنكل بس هيشتغله أو 190 شنكل بس طب 190 شنكل أجيب قوة الماكينة كام أجيب قوة الماكينة 200 أشغل منها كام 193 ويتم إسقاط الشناكل الباقية لكن أنا هشغل على قوة 200 إحنا بنحاول في بناء الشبك نديك عدد صحيح لان الاسقاط ده درس لوحده ان شاء الله هنتناوله بعدين بازن الله. يبقى الشبكة الترضية اول حاجة كتابت انا عندي شبكة ايه? ترضية. المطلوب الاولاني واحد اللي هو عدد فتل التكرار. مدام فتل التكرار عندي والشبكة ترضية يبقى انا عندي ميتين فتلة ربعمية فتلة لان الشبكة ترضية يبقى فتل التكرار تسوي قوة الماكينة. في حالة ان العدد قوة الماكينة زي موجودة امام حضراتكم على الشاشة الربعمية. يبقى الربعمية اللي هي قوة الماكينة هي فتل التكرار الموجودة امام حضراتكم. طب الخطوة التانية مطلوب فيها ايه? اللي عدد فتل السداء. اما يكون عاوز اطلع عدد فتل السداء. ابص على فتل الصنط الواحد. عندي كم فتلة في الصنط امام حضراتكم? عشرين فتلة في الصنط. يبقى فتل الصنط عشرين. عرض السداء كله كان تمانين سنط يبقى في عرض السداء. يبقى احنا طلعنا عدد فتل السداء عن طريق ان احنا ضربنا عدد فتل الواحد سنتي في عرض السداء يديني عدد فتل السداء جميعه اللي هو الف وستمائة فتلة يبقى فتل السداء كله ابناء الطلبة كام الف وستمائة فتلة بالتالي الخطوة اللي بعديها محتاج عدد التكرارات يبقى خطوة اللي بعد عدد فتل السداء محتاج عدد التكرارات في الحالة دي ات انا عندي حلين بس انا في المسألة الموجودة امامي ما قدمنيشها لحل واحد عشان ابنها ما يطلق بطوش ونشتغل بخطوات سابتة وناخد المثال اللي بعده حاجة مختلفة. عندنا كان فتلة الف وستمائة فتلة. السيدة كله الف وستمائة فتلة. وفتل التكرار الواحد ربعمائة فتلة. اسمت على الربعمائة. فبالتالي اصبح عندي كم تكرار? اربع تكرارات. يبقى انا عندي التكرارات اربع تكرارات. احنا عندنا اتفقنا في البداية مهم جدا. ارى ان الشبكة ايه? طردية. لما يقول لي شبكة طردية. يبقى انا عدد التكرارات بتساوي عدد السيقان. يبقى المطلوب اللي بعده عدد السيقان. فبالتالي لما احل على عدد السيقان يبقى انا عندي شبكة طردية. يبقى انا عندي اربعة ساقة. يبقى عدد السيقان في الشبكة الطردية تساوي عدد التكرارات بناء عني شبكة طردية. يبقى الخطوة الاولى ابناء الطلبة والطليبات عملناها مع بعض قلنا عدد فتا للتقرار هو مجديني قوة المكينة قلت قوة الماكينة ربعمية ان يبقى فتا للتقطار ربعمية طب لو انا عندي فتا للتقطار ربعمية واعز قوة الماكينة بقوة الماكينة ربعمية لان الشبكة ترضيه طب مطلوب مني بعد كده عدد فتا للصيداء فتا للصانط المتاحة عندي عشرين عرض الصيدة كله تمانين فبالتالي اصبح فتا للصيدة كله 1600 فتلة طب لما يكون التقرار الواحد ربعمية والسدى كله 1600 فبالتالي قلت عدد التقرارات اسمت عدد فتل السدى على عدد فتل التقرار يعني ال 1600 فتلة دول هيتقرر الربعمية اربع مرات فبالتالي انا ببني شبكة طردية فعندنا عائد السيقان كم ساق اربعة ساق يبقى انا طلعت دلوقتي عندي عائد السيقان اربعة هنشوفهم مع بعض في المسألة نشوف السلندر موجود امام حمداتكم كده على الشاشة موجود السلندر امام كلمة السلندر امام يبقى احنا شغالين على النظام ايه? على النظام الانجليزي ولا الفرنسي امام يبقى انجليزي الخلف يبقى تمام امام انجليزي خلف يبقى تمام انجليزي طب يمين يبقى يصار يبقى فرنسي يبقى عندنا الانجليزي اللي هو ايه تاني كده امام وخلف طب الفرنسي يا اما يمين يا اما يصار يبقى مهم جدا ان انا دلوقتي عرفت وضع السلندر عشان هبني عليه الشبكة لان المسألة عليها جزء من الحل كل خطوة عليها درجة محددة ثم طريقة البناء احنا عندنا اتفقنا السلندر موجود امام حضراتكم امام نشوف كده السلندر وضعه كده امام لو خدنا السلندر امام يبقى على النظام الانجليزة ما قلنا قدام حضراتكم كده القوة بتاعت الماكينة عندنا كان تمام ربعمية هو كم الدهن يبقى واحد وهنا كام تمانية يبقى الربعمية ثمان سكاكين هاجي على الربعمية اكتب رقم كام الربعمية محتاج الشنكل اللي هتحطه على السكينة رقم واحد يبقى هطرح من ربعمية كام سبعة تمام مظبوط يبقى هنا الرقم عندي كام تلتمية تلاتة وتسعين يبقى انا كده بنيت قلب الماكينة على اساس السلندر امام طيب انا عندي كام تكرار احنا مطلعينهم مع بعض اربع تكرارات اللي هم كام ساق اربع سقار يبقى انا عندي هنا كده هعمل اربع تكرارات نشتغلهم مع بعض هنقول واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى انا بالتالي عملت كام تكرار اربع تكرارات في النظام الانجليزي عشان نبني وما نطلع باشي بنقول القريب قريب والبعيد بعيد يعني القريب قريب عشان ما يحصلش تقاطع في الشبكة ابناء الطلبة والطالبات يعني ايه لو انا واخد الشنكة اللي عندي الصاق بتاعي من اليمين الى اليسار ومن اليسار الى يمين اصبح فيه تشابك وتقاطع في الشبكة بيصعب حركة الشبكة فبالتالي يصعب حركة فتح النفس ما يكونش النفس عندي صافي ما يكونش النفس عندي الخط كلها مرتفع الاعلى مع بعضها في نفس الوقت لان اصبح هناك بعض التقاطع لكن لو انا عندي الصاق نازل من اعلى الى الاسفل مظبوط عدل من قلب الماكينة الى خطس ده يبقى النفس بتاعي دايما بيطلع صافي فبالتالي عبارة سهلة وبسيطة في قلبنا الانجليزي لما نيجي نبني مشت الشبكة القريب قريب والبعيد بعيد القريب قريب والبعيد بعيد يعني ايه الرقم عندي رقم 8 زي موجود عشاء امام حضراتكم كده رقم 8 هو ده الرقم القريب يبقى هنا عندي هنا ده رقم 8 يبقى رقم 8 موجود لأعلىهم طب وابعد حاجة عندي هو رقم كام الواحد يبقى رقم الواحد ده يبقى هنا 8 وهنا الواحد جنب التمانية موجودة كام الربعمية ادي الربعمية هي وجنب الواحد كام 393 ادي 393 يبقى انا كده بنيت اول تكرار طب التكرار التاني اعمله كده الشبكة ترضية يبقى كلمة شبكة ترضية يعني كل التصميم ماشي في اتجاه واحد يبقى انا عندي اربع تكرارات كلهم ماشيين في اتجاه واحد يبقى هنا رقم كام تمانية هنا رقم واحد حد هيبني بالشكل ده يقول تمانية ربعمية تمام مظبوط تمانية ربعمية تمام يبقى انا بخلص الرقم عندي ثم ابدأ في الرقم اللي بعد هذا الكلام صحيح تمام مظبوط المهمة أبقى فاهم أنا شغالي إزاي بناء على مستوى فيهم يقدر أشتغل واحد جنبها تلتمية تلاتة وتسعين يبقى واحد تلتمية تلاتة وتسعين واحد تلتمية تلاتة وتسعين يبقى أنا كده أعزائي الطلبة بنينا السيلندر أمام عندنا القوة كاتربعمية كم يدهننا في المسألة طلعنا بس عرفنا كم مطلوب عدد فتل السداء وعدد تقرار طلعناها عرفنا أننا عندنا عدد تقرار كم تقرار أربعة تقرار إحنا بنشغل على شبكة طردية قلنا هيبقى عاد سيقان عندنا كم ساق أربعة ساق لو وصلنا كده هننزل بالشانق الرقم واحد نوصل الساق الأول أدي واحد أدي الساق الثاني اتنين الساق الثالث تلاتة يبقى أنا عندي هنا كده أربعة سيقان هل مطلوب إن أنا أوصل كمان ربعمية ممكن أوصل الرقم كمان ربعمية بس إحنا بنقول عشان ما حصلش ازدحان فيه الخط والورقة أوصل ربعمية بنفس الشكل دي يعتبر الرقم أوصل الربعمية للساق رقم ربعمية رقم ربعمية اتنين رقم ربعمية تلاتة رقم ربعمية أربعة يبقى بالتالي أبناء الطلبة والطالبات الموجود أمام حضراتكم هي الشبكة الطردية في حالة أن يكون السلندر أمام بنناها على أربع تقرارات يبقى أنا مهم جدا أول ما يجي أحل المسألة أو أقرأ المسألة أو هقوم بالبناء لابد أن أعرف نوع الشبكة هل هو طردية الأول ولا عكسية ولا مركبة رقم اتنين أن أبص على وضع السلندر وبالتالي أحل مسألتي وأشوف المعطيات الموجودة عندي وطلع المطلوب وبناء عليه تتحل وتتبني الشبكة بطرقة سهلة وجميلة هنقررها بس هنشوفها بشكل تاني مختلف طيب هو أبناء الطلبة والطلبات هل المسألة كلها النمطية هل المسألة كلها بشكل واحد لا فيها بعض الأفكار لأن احنا طبعا بنخاطب عقل حضرتك المنهج بيطلب أن أنت تكون طالب فني ماهر متخصص في صنعتك فبالتالي أنواع الشبكات لها أشكال كتير هنتناولها مع بعض ونشوف النوع الثاني كده مع بعض أمام حضرتكم قم ببناء شبكة ترضية علما بأن عدد فتل الواحد سنطي 30 فتلة عرض التكرار 20 سنطي يبقى الشبكة ترضية ومديني عدد فتل الواحد سنطي مهم جدا أن أقرأ المسألة بهذا الشكل عشان أبقى عارف المواصلات الموجودة عندي يبقى فتل الصنطي موجودة 30 فتلة وعرض التكرار الواحد عشرين سنطي وعرض السداء ستين يبقى هنا مفيش قوة مكنة مفيش قوة ماكينة موجودة أمامي مفيش عدد فتل التكرار كمان ده المطلوب واحد فتل التكرار اتنين عدد فتل السداء تلاتة قوة الماكينة أربعة عدد التكرارات خمسة عدد السيقان ستة السلندر خلف يبقى أبناء الطلبة أعزائي مطلوب دلوقتي أطلع قوة الماكينة طب قوة الماكينة مش موجودة أطلعها منين أشوف الأول فتل التكرار كم بناء على فتل التكرار هتتحدد قوة الماكينة طيب إحنا متفقين على حاجة اللي هي إيه؟ نوع الشبكة هل هي طردية ولا عكسية ولا مركبة هنالغي حتى الآن شغالين في الشبكة الطردية يبقى المسألة الأولى كانت الشبكة موجودة قوتها وبالتالي كان طلب مني فتل التكرار في المسألة هنا لا موجود فتل التكرار ولا موجود قوة ماكينة فبالتالي محتاج أول حاجة أطلعها أطلع فتل التكرار عشان بناء عليه أقدر أحدد أو أقدر أعرف قوة الماكينة كام يبقى أول حاجة هنقولها يا عزائي أبنائي عاوز فتل التكرار يبقى أول حاجة هنقولها كده مع بعض يبقى عدد فتل التكرار تساوي فتل الصنطي موجودة أمام حضراتكم كم فتلة؟ 30 فتلة في الصنطي يبقى فتل الصنطي عندي كم فتلة؟ 30 فتلة في الصنطي عرض التكرار عندي 20 عرض التكرار 20 صنطي يبقى بالتالي انا ضربت عدد فتل الصانتي في عرض التقرار فتل الصانتي في عرض التقرار كل صانتي واحد فيه 30 طب التقرار واحد فيه 20 صانتي يعني فيه 20 30 يعني 30 ده تتقرر 20 مرة يبقى بالتالي الفتل الموجودة عندي 600 فتلة طب احنا بنتكلم اعزائي الطلبة والطالبات عن الشبكة الايه الموجودة امام حضراتنا كده شبكة طردية ماذا مشبكة طردية يبقى عدد فتل التقرار تسوي قوة الماكينة وقلنا بالتالي مش بالضروري ان قوة الماكينة تطلع فتل التقرار لان ممكن تكون فتل التقرار 198 فتلة يبقى قوة الماكينة كان 200 طب لو عدد فتل التقرار 240 فتلة يبقى قوة الماكينة كان 240 يبقى قوة الماكينة 300 يبقى تقبر الماكينة تقبر قوة الماكينة العادة الاكبر يتم تشغيلها الـ 240 ويتم الاسقاط الباقي يبقى احنا اتفقنا على المبدأ الاسقاط اذا لم يتم مساوات فتل التكرار بفتل قوة الماكينة يبقى بالتالي بسقط من قوة الماكينة عدد من الفتل معين يبقى الخطوة الاولى لنا مع حضراتكم تاني كده عدد فتل التكرار تساوي فتل الصمت 30 فتلة عندي عرض التكرار 26 يبقى انا عندي 600 فتلة طب المطلوب رقم 2 عاوز عدد فتل الصداء لسه مطلعينها مع بعض حالا امام حضراتكم قلنا عندنا فتل الصمت الواحد كم فتلة 30 عرض الصداء كله عندي كم عرض الصداء كان عندي 60 60 صمت يبقى بالتالي انا عندي عدد فتل الصداء كله 1800 فتلة يبقى الخطوة الاولى امام حضراتكم كمان مرة كده عدد فتل التكرار تساوي فتل الصمت 30 فتلة عرض 20 صمت يديتني فتل التكرار طب عاوز فتل الصداء برضك فتل الصمت يبقى معنا كده لو فتل التكرار عايزها وفتل الصداء عايزها انا اشتغلت على فتل 1 صمت لانه هو المعطى الموجود امامي يبقى فتل الصمت بقيت واحدة لما ضربت في عرض التكرار ادياني فتل تكرار لما ضربت في عرض الصداء ادياني فتل صداء يبقى بالتالي اعزائق الطلبة فهمها من الأمور السهلة البسيطة جدا بس انا ابقى عارف الخطوة ترتبها ايه كلمة الخطوة ترتبها ايه يبقى انا المطلوب مني لنا عارف ان انا هتضرب ايه في ايه عشان يدينا ايه طب المطلوب رقم ثلاثة محتاج قوة الماكينة او المطلوب من عندي قوة الماكينة طب قوة الماكينة اطلحها بما ان الشبكة ايه طردية ممكن اكتب كده بما ان الشبكة طردية يبقى ايزا قوة الماكينة ستميت شنكل يبقى قوة الماكينة تساوي فتل التكرار اهي لو كان العدد بتاعي صحيح يبقى قوة الماكينة عندي كان 600 شنكل طب المطلوب اللي بعد ذلك عدد التكرارات يبقى المسألة مشي بنفس التسلسل ونفس الترتيب اللي انا شايفه انه هو امر سهل وبسيط بس لازم احل مرة واثنين وثلاثة هنا عندي حلين في عدد التكرارات عندي فتل سداء فتل السداء الموجودة عندي كلها 1800 فتلة وفتل التكرار 600 فتلة يبقى انا اسمت فتل السداء اسمتها على تاني كده اسمت فتل السداء على فتل التكرار يبقى انا عندي بالتالي محتاج 3 تكرارات طب عندي حل تاني في عدد التكرارات ممكن احل بالحل ده او الحل ده وكلاهما صحيح وبيأكد لك الرقم طب لما اسم فتل سداء على فتل التكرار من عندي عرض السداء موجود 60 السداء كله عرضه 60 والتكرار الواحد عرضه 20 يبقى انا لو اسمت فتل سداء على فتل تكرار يديني على التكرارات طب لو المسألة موجودة عندي فيها فيها عرض السداء وفيها عرض تكرار اقسم عرض السداء على عرض التكرار يبقى يديني برضك 3 تكرار يبقى بالتالي اعزاء الطلبة ممكن تكون المسألة غنية المسألة غنية جدا بمعطياتها فبالتالي اقدر احل الخطوطين المسألة السابقة ما كانش فيها عرض تكرار فكان مديني قوة الماكينة على طول فبالتالي انا عندي هنا ممكن اطلع عدد تكرارات عن طريق تاني كده عدد فتل السداء على عدد فتل التكرار او اقسم عرض السداء اللي هو الستين سنتي على عرض التكرار اللي هو العشرين سنتي ديه 3 تكرار نشوفها كده تاني ابناء طلبها مع بع يبقى اول مطلوب عندي عدد فتل التكرار فتل السنتي كانوا كان فتلة تلاتين فتلة عرض التكرار عندي عشرين فبالتالي اصبح فتل التكرار ستمين عدد فتل السداء ضربنا فتل الواحد سنتي زي ما ضربناها في عرض التكرار فدتني فتل التكرار ضربناها في عرض السداء فدتنا فتل السداء طب انا بتكلم عن الشبكة الشبكة ايه احنا اتفقنا مع بعض مهم جدا قال للشبكة طارضية مهم جدا اطلع عليها كلمة شبكة طارضية لان اطلع عليها قوة الماكينة وبالتالي هبني عليها الشبكة بتاعتي طب مطلوب عندي قوة الماكينة طب الشبكة طارضية طب فتل التكرار 600 يبقى بما ان الشبكة طارضية يبقى قوة الماكينة تسوي فتل التكرار. يبقى فتل التكرار ستمية وتتكلم. طيب لو ستمية اقل لو فتل التكرار طلع خمسمية وتمانين. يبقى قوت الصحيحة عشان نحاول نبني في الاول صحي بطريقة سهلة. طيب مصنوب ايضا عدد التكرارات. اسمنا فتل الصدق على فتل التكرار او نقسم عرض الصداء على عرض التكرار فبالتالي يديني على التكرارات عندي مطلوب بعد كده عدد السيقان اتفقنا مع بعض ايضا ان الشبكة ترضية الشبكة ترضية يبقى انا عندي عدد السيقان تلاتة ساق طب لو الشبكة عكسية هنقولها حالا مع بعض ان شاء الله يبقى بالتالي ابناء الطلبة والطالبات حالينا كده تناولنا المسألة فنشوف اللي امام حضراتنا على الشاشة السيلندر امام حضراتكم السيلندر موجود ايه السيلندر خلف يبقى الموجود على الشاشة امام حضراتكم السيلندر ايه خلف تعالوا نبني على لو السيلندر خلف هنبني السيلندر ازاي احنا اتفقنا الامام الامام نظام انجليزي والخلف النظام انجليزي والينين نظام فرنسي واليسار نظام فرنسي نبص مع بعض على الشاشة كده مع حضراتكم عشان نقرأ ده ونتأكد كمان ان شبكة طرية والسلندر موجود السلندر خلف. طب موجود السلندر خلف امام حضراتكم يبقى بالتالي هعمل قلب الماكينة بالشكل ده كده. ادي قلب الماكينة. وادي السلندر خلف. قوة الماكينة طلعت عندنا ستمية. يبقى الشنقل رقم واحد جنب السكينة. طب ستمية محتاجة كم شنقل محتاجة كم سكينة? اتناشر سكين. اجي عندي الستمية اكتب كم? عند الاتناشر اكتب الستمية. يبقى الشنقل رقم ستمية واقع على السكينة رقم اتناشر. مطلوب اطرح من الستمية كام? حداشر. انا جمعت على الواحد حداشر اداني اتناشر. طب لو انا ماشي في الاتجاه ده اطرح من الستمية احداشر. يبقى ناقص حداشر. يبقى لما اقول من الستمية احداشر يبقى هنا خمسمية تسعة وتمانين. يبقى بالتالي انا عملت كده قلب الماكينة. اتفقنا على مقولة وعبارة ان السلندر في النظام الانجليزي الامام القريب قريب والبعيد بعيد. طب احنا عندنا كام تكرار مطلعين وعدد السيقان? تلاتة. عدد تكرارات تلاتة. قسمنا مشت الشبكة الى تلاتة. القريب قريب والبعيد بعيد. يعني هنا رقم واحد. وبالتالي هنا امام خمسمية تسعة وتمانين. واحد خمسمية تمام مزبوط تسعة وتمانين. احنا اتفقنا القريب قريب والبعيد بعيد. يبقى بالتالي الاتناشر ستتمية هيجوا اسفل. طب والواحد والخمسمية تسعة وتمانين موجودين اعلى لانهما قارب حاجة عشان ما يحصلش تقاطع في مشت الشبكة. يبقى هنا واحد هنا خمسمية تسعة وتمانين. طب البعيد بعيد الشان كان الرقم اتناشر اهو. وجنبه بجواره ستمية. يبقى هنا اتناشر. هنا ستمية. اتناشر ستمية. يبقى كده يا عزاء الطلبة تناولنا السيلندر خلف. يبقى السيلندر سيلندر ده خلف. يبقى ده شغال على النظام الانجليزي. دي شبكة طردية. فبالتالي عدد الاسهم اللي بعملها تلاتة. الاسهم ده اللي هو بيقول اتجاه النقشة. ان اتجاه النقشة كلها مشي في الاتجاه ده. محتاج اوصل عندي عدد السيقان. عدد السيقان. احنا عندنا كم سواق بطلعينه حلينه مع بعض. تلات سيقان. انزل من الشانك الرقم واحد. اوصل شانك الرقم واحد واحد. يبقى انا عندي كم سواق? تلات سيقان لتلات كرات. طب الخمسمية تسعة وتمانين محتاج اوصلها. يبقى خمسمية تسعة وتمانين. خمسمية تسعة وتمانين. خمسمية تسعة وتمانين. فبالتالي اعزائي الطلبة احنا تناولنا كده كيفية بناء الشبكة الترضية خدنا آآ نوعين من انواع المسائل نشوف النوع التالت الموجود معنا هل هو مختلف في النمط او في الحال ولا نفسه نشوف كده امام حضراتكم يراد بناء شبكة ترضية عدد فتل السداء ادينا فتل السداء تمام يبقى يخد كلها موجودة عندي مش هيطلب مني فتل السداء طيب فتل السداء كان فتلة الفين وربعمية تاني كده عدد فتل السداء الفين وربعمية طب عرض السداء تمانين سنتي وعرض التقرار عشرين سنتي يبقى المسألة النمط خالص اختلف عن المسألتين السابقتين المطلوب الاول عدد فتل الواحد سنتي يبقى تاني فتل السداء وعرض السداء طب مانا لما اسم فتل السداء على عرض السداء يوم يديني عدد فتل واحد سنتي انا بفكر وانا بقرأ المسألة عشان اعرف اعمل ايه يبقى انا هشوف الشبكة الترضية. وداني فتل سداء. وداني عرض سداء. هو ده التفكير. ان انا افقر زي اش اششغل? واحيل مسألة. طب المطلوب رقم اتنين هو ايه. عدد فتل التقرار. طب فتل التقرار انا عندي عرض تقرار. ولسه هتطلع فتلل. تمام. طب قوتي ماكينة مهتطلع بناء على فتل التقرار. طب عدت تكرار انا هتطلع فتل السداء وطلع فتل التقرار فطلع عدت اتكرار او عرض الصداء على عرض تكرار فكرت تاني خمسة عدد السيقان ستة السلندر هنا يمين على النظام الايه الفرنسي يبقى النظام الفرنسي يا اما يمين يا اما يصار المطلوب رقم واحد اعزائي الطلبة هو عدد فتل واحد سنتي يبقى هنقول كده عدد فتل الواحد سنتي تساوي فتل السداء كلها موجود امام حضراتكم الفين وربعمائة فتلة يبقى فتل السداء الفين وربعمائة فتلة طب عرض السداء عندي كم سنتي تمانين سنتي تلاتة في تهتمانية باربعة شديد انا عندي فتل السمد ثلاتين فتلة يبقى اول حاجة طلعتها اعزائي الطلبة والطالبات هي فتل السمد طلعناها عن طريق ايه تاني كده اسمنا عدد فتل السداء كلها على عرض السداء اداني فتل الصنطي. وانا لما كان عندي فتل الصنطي لما كنت بضربها في عرض السداء كان بيديني عدد فتل السداء. يبقى بالتالي هي خطوة واحدة. بس كل الفكرة ان هو اداني معطى اكبر. فبالتالي خلف طريقة حل المسألة. بس انا عندي فتل السداء موجودة. وعندي التمانين سنطي موجودين. يعني لما اسم فتل السداء على التمانين سنطي يديني نصيب الصنطي الواحد. يبقى الصنطي الواحد نصيبه كام? تلاتين. طب لو عن تلاتين فتلة في الصنطي وعرض السداء تمانين. يبقى عاوز فتل السداء اقوله تلاتين في تمانين. يبقى بالتالي لو انا ضربت فتل الصنطي في عرض السداء كالمسألة السابقة يديني عدد فتل عفوا السداء جميعه. يبقى انا اسمت فتل السداء جميعه على عرض السداء يديني عدد فتل الواحد سنطي. المطلوب رقم اتنين عدد فتل التكرار. طب فتل التكرار انا طلعت فتل الواحد سنتي بعدد فتل التكرار تساوي فتل السنتي كم فتلة تلاتين فتلة في السنتي في عرض التكرار موجود امام حضراتكم عشرين عرض التكرار عشرين سنتي موجود امام حضراتكم عرض التكرار عشرين سنتي يبقى عرض التكرار عشرين طب انا عندي فتل الصن 30 يبقى انا عندي قوة الفتل التكرار كام? 600 فتلة. انا شايف ابناء الطلبة بيحلوا كده وان شاء الله تبقى الدنيا سهلة وجميلة لان موضوعنا اسهل وابسط بس احنا يبقى عارفين بنعمل ايه? قوة الماكينة. ممكن اقول بما ان الشبكة ترضية لان احنا اتفقنا اهم حاجة في البنى نعرف نوع الشبكة هل هي ترضية ولا عكسية? طب فتل التكرار تلعوا كام فتلة? 600 فتلة. يبقى قوة الماكينة بالتالي عندي كام? 600 شنكل. لان الشبكة تاني ابناء الطلبة شبكة ايه? طردية. ممكن اقوله بما ان الشبكة طردية يبقى ايزا قوة الماكينة 600 يبقى بتساوي عدد فتل التكرار لان الشبكة عندي طردية. طب مطلوبة عندي بعد كده عدد التكرارات. عدد التكرارات ايضا لها عندي حلين كمان مرة. عدد التكرارات تساوي. فتل الصداء عندي موجودة كلها في السابق هو كم الدهاني الالفين وربعمية. طيب انا طلعت فتل التكرار 600. يبقى عندي اربعة تكرارات. طب ما انا عندي حل تاني. عندي عرض السداء كله كم سنتي? تمانين سنتي. وعرض التكرار كم سنتي? عشرين سنتي. فبالتالي لو اسمت فتل الصداء على فتل التكرار هي هي بالضبط لو اسمت عدد فتل عرض السداء بالسنتي على عرض التكرار الواحد. يبقى انا عندي كم تكرار? اربعة تكرار. يبقى عدد التكرارات ليه حلين? حسب معطيات المسألة. يا اما فتل السداء على فتل التكرار. يا اما عرض سداء على عرض التكرار. فبالتالي عشان اعرف دوت. اهبني عليها. واطلع واقول ان عندي عدد السيقان. انا عندي الشبكة ترضية. يبقى عدد السيقان عندي اربعة ساق. والسلندر موجود امام حضراتكم نشوف كده مع بعض كده. السلندر ايه يمين. نشوف مع بعض تاني المسألة وانتناول حل. عشان تكرارها دي مسألة اه محتاجة بعض المجهود والتفكير. فنعدها مع ابنائنا الطلبة والطالبات تاني عشان تبقى دينيا سهلة وبسيطة ان شاء الله. على قناتنا اللي بتقدم كل ما هو اه افضل وكل ما هو احسن لخدمة ابنائنا الطلبة. فتل السداء الفين وربعمائة فتلة. عرض السداء تمامين سنتي. عرض التكرار عشرين سنتي. المطلوب فتل واحد سنتي. اتنين عدد فتل التكرار. تلاتة قوة الماكينة. اربعة تكرارات. خمسة عدد السيقان. ستة السلندر يمين. يبقى ده على النظام الفرنسي. امام حضراتكم على الشاشة طلعنا اول حاجة. عدد فتل السنتي. اسمن عدد فتل السداء. على عرض السداء. اديتني نصيب السنتي الواحد اللي هو تلاتين فتلة. خدت تلاتين فتلة في السنتي. ضربتها في عرض التكرار. اديتني عدد فتل التكرار كله اللي هو ستمية فتلة. الشبكة عندي شبكة ترضية. بما ان الشبكة ترضية. بما ان الشبكة ترضية. او قوة الماكينة تبقى ستمية لان الشبكة عندي شبكة ترضية. طب محتاج عدد تكرارات. عندي حلين اللي هو بقى سمع مين? عدد فتل السداء. عدد فتل السداء اللي هم الالفين وربعمائة فتلة على عدد فتل التكرار يديني اربعة كرات وموجود عندي كمان في المسألة معطى عرض الصداء وعرض التكرار فبالتالي عندي اربعة كرات بما ان الشبكة ترضية يبقى عدد السيقان يساوا عدد التكرار اللي هم اربعة ساق يبقى عدد السيقان اربعة ساق. نجو بصي تاني عشان كانوا متأكد نقولي السلندر موجود ايه? يمين. السلندر يمين. يبقى كلمة السلندر يمين ده يبقى ده على النظام الفرنسي. النظام الفرنسي. ناخد كده السلندر يمين. ناخد خط لقلب الماكينة. ادي قلب الماكينة ودي السلندر يمين. الواحد موازي اتفقنا الخط الايه? السلندر. الواحد موازي لخط السلندر. طيب انا عندي القوة عندي كام? ستمية? يبقى الستمية لها كم ابناء الطلبة? اتناشر سكينة. احط الستمية جنب الاتناشر على السكينة رقم اتناشر. فبالتالي الرقم اللي هنا نطرح منه احداشر زي ما اتفقنا يبقى خمسمية تسعة وتمانين. يبقى ما تروح من الستمية كام? تمام? حداشر. يبقى انا جمعت على الواحد. حداشر اديني الاتناشر. طرحت من الستمية المعلومة اللي هي قوة الماكينة اللي انا عملتها طرحت من احداشر. اديتني خمسمية تسعة وتمانين. احنا اتفقنا انه عندنا عقد تكرارات اربعة تكرارات. اللي هو موجود كمان عندنا عقد السيقان اربعة سيقان. فبالتالي محتاج ان انا اقسم عندي اربعة تكراراتها يبقى واحد اتنين تلاتة اربعة. الاربعة عندي هنا دايما كل السلندر سواء كان امام او في الخلف على اليوميني او يصار الواحد والاثناشر. احنا اتفقنا على قوة قريب قريب والبعيد بعيد في النظام الانجليزي فقط. الاثناشر اصادها الستمية يبقى هنا النظام مختلف. لو بصينا على اه الحل للمسألة السابقة اللي هي في السلندر الخلف وضع السلندر بالزبط ومشت الماكينة كما ما هو موجود امام حضراتكم. طب الواحد جنبها كان خمسمية تسعة وتمانين. يبقى تاني ينقول واحد خمسمية تسعة وتمانين واحد خمسمية تسعة وتمانين. واحد خمسمية تسعة وتمانين. فبالتالي عندي هنا شبكة ترضية يبقى ستمية اتناشر ستمية اتناشر ستمية. يبقى بناءا عليه انا عملت كم تكرار? اربع تكرارات. الاربع تكرارات اللي هم باربع سيقان. يكتفي ان انا اوصل شنكة الواحد بس. اللي هو الشنكة الرقم واحد. عشان ما اصالش تقاطع عندي على الرسمة على اه اه امام حضراتكم. ويبقى في عدد كبير من السيقان النازلة. وصلت رقم واحد. بواحد. واحد واحد. يبقى انا عندي هنا بالتالي اربع سيقان. فبالتالي الشبكة الموجودة امام حضراتكم هي شبكة ترضية قوة الماكينة ستمية شانكل. السيلندر يمين. فبالتالي ده على النظام الفرينت. نشوف مع حضراتكم كده على الشاشة. يراد بناء شبكة عكسية. عدد فتل الواحد سنتي عشرة فتلة. عرض التكرار اربعين سنتي. عرض السداء تمانين سنتي. مهم جدا اعزائي ابناء الطلبة والطالبات. احنا اتفقنا على حاجة. مهم جدا اقرى كلمة نوع الشبكة. نوع الشبكة شبكة ايه? عكسية. الشبكة العكسية تختلف تماما في الحل والبناء عن الشبكة الترضية. فبالتالي محتاج ان انا اقرأ جيد تاني. يراد بناء شبكة عكسية. يبقى حل المسألة كله في الكلمة يا ترضية يا عكسية يا مركبة. طب فتل السنتي كم فتلة? عشرة فتلة. عرض التكرار اربعين سنتي. عرض السداء تمانين سنتي المطلوب. واحد عدد فتل التكرار. تمام? اتنين عدد فتل السداء. تلاتة قوة الماكينة. اربعة عدد التكرارات. خمسة عدد السيقان. السلندر يسار. يبقى اليسار. يبقى على النظام الفرنسي. يبقى تاني كده اعزائي الطلبة. الشبكة ايه? عكسية. مهم جدا. وانا بحل المسألة ابقى عارف نوع الشبكة. لو هي مكتوبة امام حضراتكم كده شبكة عكسية. فبالتالي لازم المسألة كلها تختلف نمطها وحلها بناء على كلمة شبكة. شبكة عكسية. اول حاجة مطلوبة عندي هي عدد فتل التكرار. طب ما فتل التكرار في الشبكة الترضية كنا بنضرب عدد فتل الواحد سنتي ما عندنا عشرة فتلة. تمام? عرض التكرار كام? اربعين. نشوفها مع بعض كده على الشاشة امام حضراتكم. فتل السنتي عندي كم فتلة? عشرة فتلة في السنتي. فتل السنتي الواحد عشرة. عرض التكرار اربعين سنتي. فبالتالي ضربت فتل السنتي اللي هي العشرة في عرض التكرار. يبقى معنا كده انها زي الشبكة العكسية بالضبط في حل فتل التكرار. تمام. يبقى فتل السنتي عشرة في اربعين. اديتني كام? ربعمية فتلة. احنا نتكلمة عزاء الطلبة عن الشبكة مين? العكسية. كلمة شبكة عكسية. طيب المطلوب الخطوة التالية عدد فتل السداء. فتل السنتي عندي كان فتلة في السنتي عشرة. ويعرض السداء تمانين سنتي. اكن المسألة مقررة كشبكة ترضية ما فيش الغاية دلوقتي فيها ادنى مشكلة. هنختلف دلوقتي حالا في نوع الحل والبناء. يبقى فتل السداء. ضربنا عدد فتل الواحد سنتي. ضربناها في عرض السداء. اداني عدد فتل السداء جميعه. اللي هو تمنمائة فتلة. طيب انا عندي مطلوب اللي هو قوة الماكينة. قوة الماكينة اعزاء الطلبة. الشبكة لما تكون عكسية. فبالتالي هأسم فتل التكرار ربعمية على اتنين. يبقى قوة الماكينة ميتين شنكل. يبقى في الشبكة العكسية بأسم فتل التكرار على اتنين. ليه اتنين? لان التكرار عندي في الشبكة العكسية بيكون معكوس. النص اليمين معاكس تماما ليه النص اليسار. يعني لو عندي رسمة موجودة بالشكل ده. يبقى بالتالي هي رسمة معكوسة. يبقى دسمه تكرار كام. عشان كده اسمت على كام? على اتنين. وبالتالي الخطوة اللي بعديها هقول عدد التكرارات. خطوة مقررة. وهي عدد فتل السداء. تمنمية فتلة. اقسم على عاية تكرار فتل التكرار ربعمية. يبقى انا عندي اتنين تكرار. طيب. لو مطلوب مني عدد السيقان ولازم يطلوبها عشان احلها. اضرب عدد التكرارات لان التكرار بيتقسم. بضرب في اتنين. فبالتالي بيديني اربع ساق. يبقى عزائي الطلبة تاني كده ناكد. احنا بنتكلم عن الشبكة. العكسية. كل الخطوات سابتة كفتل تكرار. ضربت فتل الواحد سنتي. ضربت عدد فتل الواحد سنتي. ضربتها افنين. تمام في عرض اقرار. اديتني فتل تكرار هي كام? ربعمية. مطلوب مني عدد فتل السداء. ضربت فتل السنتي في عرض السداء دي التمنمية. قوة الماكينة.